العبادة والخدمة لجام ويالله أبليكي الإسلام يوم الدين أيها الأخوة المؤمنون نواصل حديثنا عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي يقول فيها إياكم والذن فإن الذن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحسروا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والجزء الذين تناوله اليوم يتعلق بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التدابر وهو أن يقاطع كل صاحبه ويعرض عنه فلا يكلمه أو لا يتعامل معه وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التدابر في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث وبيّن أنه يحرم من يتورط فيه من رحمة الله ومغفرته فقال صلى الله عليه وآله وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح أنظروا هذين حتى يصطلح أنظروا هذين حتى يصطلح تفتح أبواب الجنة يوم السمي The ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر أكبر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر